رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يزور واشنطن حيث التقى بالرئيس جو بايدن بايدن ومودي أكد على استراتيجية العلاقات بين البلدين وكذلك على أهمية تعزيز هذه العلاقات لتحقيق الاستقرار العالمي ويأتي على رأس أجندة الزيارة تعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي وحصول الهند على أسلحة أمريكية متطورة وهي خطوة لطالما ترددت فيها واشنطن خوفا من مشاركة التكنولوجيا العسكرية الحساسة مع روسيا بسبب مشتريات الهند الكبيرة من المعدات العسكرية الروسية وفي الوقت الذي ترغب فيه الهند في الحصول على هذا الدعم العسكري الأمريكي تبرز الحاجة الأمريكية لنيودالهي أيضا حيث تحاول واشنطن التحول بشكل أعمق تجاه الهند كحليف إقليمي يهدف لمواجهة النفوذ الصيني المتزيد في أسيا أضافة لتقليل النفوذ الروسي في الهند ما الأوراق التي يملكها كل طرف اليوم؟ وما نتائج المتوقعة أيضا لهذه الزيارة؟ من نيويورك الخبير الاستراتيجي الديمقراطي ريتشارد دروث معنا ليلى سيد ريتشارد أهلا بك دائما معنا في غرفة الأخبار بداية السؤال اللي يطرح أمام هذه الزيارة شو اللي يجعل الوقت مناسب لهذا التقارب الآن بعد ما ترددت واشنطن كثيرا خوفا من التقارب الهندي الروسي ما الذي يحصل اليوم؟ أعتقد أنه لا يجب أن ننسى أن الهند حاليا هي أكبر دولة في العالم من حيث السكان وكذلك هي من ضمن أكبر الاقتصادات في العالم عادة ما يكون هناك مسعى أمريكي لتوثيق العلاقات مع الهند وحاليا هناك غزو روسيا لأمريكا وكذلك العلاقات المتوترة بين أمريكا والصين وأرى أن أمريكا لديها العديد من مجالات التعاون الاقتصادية والعسكرية يمكن لأمريكا أن تساعد الهند فيها لأنه كما قلت هي أكبر دولة من حيث السكان وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم ولذلك يمكن أن نغتنم هذه العلاقات لتعاطي مع ما يحدث في روسيا أيضا قبل ما نغوص لربما في أسئلة كثيرة متعلقة بالهند وموسكو وعلاقة طبعا ذلك بما يحصل اليوم خلال هذه الزيارة كما ذكرت لنا الولايات المتحدة تحتاج للهند اليوم في مواجهة الصين ضمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الهند أيضا سيد ريتشارد بحاجة لعلاقات أوثق مع الغرب في هذه المرحلة وبالتالي إذا أردنا أن نحدد العوامل اليوم التي تعزز هذا التقارب هل سيكون من السهل القيام بذلك؟ سنرى يجب أن ننتظر لنرى ما سيحدث ولا نعرف في الوقت الحالي الذي نعلمه أن هناك قوة مهمة تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا وأسيا ومن المهم جدا بالنسبة للهند وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوي العلاقات بينهما وهذا سيفضي إلى تعاون عسكري أقوى وهناك قواعد عسكرية في الهند ويمكن أن نعمل على تقوية الاقتصاد بين واشنطن والهند وهذا مفيد كذلك للهند هذا سيمتن القيم الديمقراطية في الهند لا ننسى أن روسيا والصين لهما قيم مختلفة عن الولايات المتحدة الأمريكية بينما قيم الهند متقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية فهي أكبر ديمقراطية في العالم وإذا وصلنا تقوية هذه العلاقات الثنائية والمراكمة على الإنجازات التي نحققها سيكون هناك الكثير من الإنجازات لا ننسى مجال الطاقة لأن الهند تستورد الطاقة من روسيا ولذلك يمكن أن نساعد الهند أيضا في مجال الطاقة وسيكون لذلك نتائج إيجابية لكن ألا يتطلب هذا التقارب الهندي الأمريكي تخلي نيودالهي عن موسكو سيد ريتشارد؟ هل يمكن أن تعيدي السؤال؟ هل ستتخلى أو خليني أقولها مباشرة هل ستتخلى نيودالهي عن موسكو؟ شكرا الهند لا يمكن أن تتخلى عن علاقاتها مع موسكو فهي ما تزال تعتمد على روسيا في النفط ولأسباب أخرى لكن يمكن أن تستقل بنفسها أكثر مثل ما يحدث عندما يفطم الطفل عن أمه الهند يجب أن ترى ما يحدث في العالم وتفكر تهانها بالنفط الروسي وكذلك الوردات التي تجلبها من روسيا وتقلص النفوذ الروسي في الهند وأسيا ولذلك لا يمكن فعل ذلك مرة واحدة لكن بشكل تدريجي وهذا أيضا حصل مع بعض الدول الأوروبية والأسيوية بدأت تقوم تدريجيا بتقليص علاقاتها مع روسيا لأنه بسوي ما حدث في أوكرانيا لم يعد أي طرف راغبا في الارتهان بفلاديمير بوتين بسبب خطورة ما يفعله بطبيعة الحال تاريخ العلاقات الهندية الروسية طويل جدا والبلدان من حلفاء الحرب الباردة لديهم علاقات طنائية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي هذا تاريخيا سيد ريتشارد لكن نتساءل اليوم إن كان سيتم ذلك بحسب ما ذكرت لي على مراحل ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة أو ما الذي على الأقل وعد به الرئيس بايدن خلال هذه الزيارة لا ننسى أن لويد أوستن وكذلك المستشار جيك سوليفن ذهب لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد الهند وهذا يمكن أن يكون عبر مساعدة الهند على الاستقلال في اقتصادها عبر الصادرات والواردات تتكثيفها وتعزيزها ليس فقط أمريكا وإنما حتى الحلفاء الأوروبيون يمكن أن يساعد الهند فالهند هي دولة صاعدة في اقتصادها ويمكن أن نفعل في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير مثل العمل جنبا إلى الجنب مع الهند في كل مجال اقتصادي على سبيل المثال في مجال الأدوية ونعرف أن هناك سوقا كبيرا في الهند وكذلك في قطاع النفط وكذلك فك ارتباطها بروسيا في التقا الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تكون البديل وهكذا يمكن أن نفتح حوارا لإتاحة المجال لهذه المساعدات وأشكال التعاون القوي حتى تصبح الهند مستقلة أكثر لن يحدث هذا بين عشية أو ضحاها أو في عامين ولكن سيحدث في أعوام ولكن هذا سيفيد الهند وستتجه بأنظارها إلى دول أخرى غير الروسيا وتصبح أكثر استقلالا واعتمادا على نفسها ويرى البعض أن هذه الزيارة لن تضخ فقط طاقة إيجابية في العلاقات الثنائية ولكن سيكون لها تأثير كبير على النظام العالمي شكرا جزيلا لقراءتكم اليوم ريتشارد روث الخبير للستراتيجي الديمقراطي من نيويورك